اشتركوا في القناة صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين ويا يعسوب المسلمين ويا قائد الغر المحجلين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى أبد فازوا الله من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا يا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما إن يحسدوا أيهوك إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من على آياء أحياءك الموتى ونطعك مخبرا بالغائب آيات عذرت فيك لمن غلايا وقضية الثعبان حين أتاك في إيضاح كشف فضيلة لن تعقل آياء وبليلة نحو المدائن قاصدا في هالس المايان بعثت مغسل آياء يا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بعرصتي كربلا صح ونادي أيوة حسين أيوة مظلومة يا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بعرصتي كربلا البيت الآخر يحرق القلب ويؤلم والله عريان يكسوه الصعيد ملابس ايفديه مسلوب الثياب ايفديه مسر بلى عام سعد الله قلب الحوراء زينة لما وقفت على جسد أخيها تنظر إليه وهو مقطع الأعظام ذبوح من الوريد إلى الوريد والنايم أخيش لون نوم وحر الشمس غيايا يا رسوم يا رأيت يومي قبل يوم وبعد تخاطب بذلك الخطاب بلسان الحال تقل له لو أنحظر يحسين أمك آه وبوك المرتضى والطيار أعمك ما كان راح ضياع دم آه ولا نهبت بني مية ولا نهبت بني مية خيام آه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أن يمنقلبي ينقلبون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك صدق الله العلي العظيم يوم من الأيام كان أمير المؤمنين عليه السلام في مسجد الكوفة وإذا جلب وضوضاء وقع حوافر الخيل خرج الإمام سلام الله عليه وإذا رجال غلاض على جيادهم فرسانا تقدم رجل شيبة ذو مهابة أخذ ينادي يا أمير المؤمنين ويا حلال المشاكل أخذ يصف أمير المؤمنين عليه السلام بالأوصاف التي تليق به ثم قال له يا أمير المؤمنين أنا رجل من أهل الشام شيخ قبيلة كبير قبيلة وقبيلتي من أهل كذا وكذا فضل وشجاع وكرم وإلى آخره وإن في هذا الهودج امرأة وهي ابنتي وهي باكر يا أمير المؤمنين ولكن ولكنها حامل وأخذ يصف منت بالأخلاق الفاضل أو بيته وعائلته فأنقذنا يا أمير المؤمنين حقيقة هذا الرجل هذا الرجل المقلد الآن في وقتنا الآن نقول التقليد والمقلد شن المقلد أنه في كل مسألة يرجع للعالم باعتبار الإمام عليه السلام غائب وفي زمن الغيبة أرجعوا إلى رواة حاديثنا من كان من العلماء صائنا لنفسه مخالفا لهواه متبعا لأمر مولاه فعلى العوام أن يقلدوه أو فل العوام أن يقلدوه هذا المؤمن الحقيقي ما يصرف أي تصرف مهما كان في قضية عبادية معاملات حدود ديات إلا ويرجع إلى الفقيه فأطلعت رأسها هذه البنت وقالت يا حلال المشاكل يا غياث المستغيثين أغذني يا أمير المؤمنين والله أني لم يمسني بشر أبدا قال ادخلوا أدخلهم إلى مسجد الكوفة قال علي بالقابلة فلانة قابلة يعني نسميها حبوبة تسموها داية ما تسموها كذا باللغة العربية قابلة اللي تولد النساء فضرب بينها وبين الناس بستر وأدخلها في هذا المقام الآن المكان المسمى بمقام بيت أطشت اللي الله يوفق يروح لمسجد الكوفة لابد يعرف شنو معاني هاي المقامات المهم قال أفحصيها فحصتها قالت هي حامل يا أمير المؤمنين قال ما ثم التفت إلى أهل الشام قال هل يوجد عندكم ثلج قالوا بلى يا أمير المؤمنين قال فمن يأتيني منكم بقبضة من الثلج عند قصد الإمام أريدك وياي تنتبه لهاي نحتاجها بعد حين نحتاجها قالوا وأنى لنا ذلك يا أمير المؤمنين يعني بلدنا في فراسخ آلاف الفراسخ مئات الفراسخ حتى لو نجيب ثلجي مو ينتهي لا ذلاجات لا كذب لا كله نعم تقول الرواية فمد أمير المؤمنين يده وأرجعها وإذا بالثلج يقطر من يده الشريفة قال أجلسيها خلي هذا بالطشت وأجلسيها راحت هاي القابلة خلف الستر كذا أجلستها خرجت تنادي العجب العجب يا أمير المؤمنين قال هنا أعلم قالت إنها علقة أي مو حامل طلعت قالت لها حامل فحصتها حامل ظاهرة ذاك الوقت بعد لا أكسو نهر ولا أي شيء على الشيء المعتاد فقالت إنها علقة علقة يعني دودة طولها 30 متر ماذا شقد فقللها الإمام سلام الله عليه قال لها أنت يوم من الأيام جلست في ماء راكد هذا من أشد المكروهات للمرأة من أشد المكروهات للمرأة أن تجلس في ماء راكد زين خصوصا الباكر فدخلت في جوفك علقة ونمت لأن رحم المرأة مهيئ إليه قضايا زين فنمت يا حلال المشاكل هسا خلي في بالك أمير المؤمنين عليه السلام وين الحادثة في الكوفة ومنين جاب الثلج من أين من الشام هاي خليها بالك نحتاجها وشقد جاب ثلج ها يعني شقدت خمس كيلوات عشر كيلوات وبمو أكثر خنقول عشر كيلوات واما حفظهم نحتاجهم راح أسئلك بيهم مثل ما سألتك على بيت الشعر كل مرة يكون نبين أنه للأسف ما حد جاب النحل غير واحد واحد فقط شهدت بأن الله ليس بخالقي وأن رسول الله ليس من البشر وأن عليا ليس بابن عمه ومن شك في هذا المقال فقد كفر شهدت بأن الله ليس بخالقي خالق هنا أي بالي وثاني وليس خالقي من شنو الخلق شهدت بأن الله ليس بفاني يعني ليس ببالي لا يبلى ولا يفنى وأن رسول الله ليس من البشر رسول الله جبرائيل عليه السلام الرسل الله الملائكة رسول الله فهو يقصد جبرائيل عليه السلام وأن عليا ليس بابن عمه علي مو جبرائيل سلام الله عليه ومن شك في هذا المقال فقد كفر أكو واحد يعني يخالف هذا المعنى صلوا على محمد وعلى محمد فإذا أذن نحتاجه نخلي بالك زين نجي للآية الكريمة التي طلبنا من الشيخ الله يحفظه أن يقرأ من سورة النمل هذه الآيات التي تلاها عليكم في قصة سليمان عليه السلام والهدهد زين اللي الله عز وجل أعطال سليمان ملك منطقة طير الوحوش زين الشياطين العفاريد كل بناء وغواز زين الطاه المقدرة العظيمة عليكم السلام فكل يوم يتفقد الوحوش تجي الوحوش الجنيجون كذا يم يعني شلون تعداد زين فتفقد الطير قال ما لي لا أرى الهدهد اللي سمعنا الآيات القرآنية الكريمة وين الهدهد استشنوا فائدة الهدهد هذه قضية الهدهد مع سليمان لو تقراها بقصص الأنبياء رائعة جدا هي هذه القصة طويلة عريضة قد لطيفة والله عز وجل يذكرها لأسباب من أهم هذه الأسباب أن تكون حجة وآية وعلامة لمحمد وآل محمد أجل الهدهد قال لأنا أحطت بما لم تحط لا حاشة سليمان ما يحط لكن يظن هو الهدهد ذلك قال له وين شين قال له سبأ كنت سبأ وين سبأ سبأ في اليمن زين وسليمان وين في فلسطين في الشام وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم ولها عرش عظيم ليش اختار الهدهد العرش بس سيأتيك السبب ولماذا قال عظيم هذا الهدهد ذكي جدا ما قال ولها عرش ولا الله عز وجل قال هذا شذاب بل أقره لأن ما كذبه ولها عرش عظيم شنو هذا العرش العظيم خلي نيجي عندنا روايتان عن ابن عباس رضوان الله تعالى عليه هاي اقرأ تفاسير المسلمين أنا ينقلك من كتب المسلمين عوف كتب الشيعة روح مننا بالانترنت اكتب ولها عرش عظيم شوف شنو وصف هذا العرش عندنا وصفان أو تحديدان تحديد الأول يقول طوله ثلاثون ذراعة وعرضه ثلاثون ذراعة وارتفاعه ثلاثون ذراعة هاي رواية الأقل الأكثر تقول لا طوله ثمانون ذراعة عرضه ثمانون ارتفاعه ثمانون منيا هذا هذا من الذهب والفضة واليواقيت والزمرد وهي طبعا مولها عرش عظيم يعني عرش بسيط مثل بقية الملوك هذا كل منه زين خلنا اخذ رواية ثلاثين ذراع الذراع يقال حوالي نص متر يعني حوالي خمسطعش متر خمسطعش متر طول خمسطعش متر عرض خمسطعش متر ارتفاع يعني آية الحسينية لا يعمرها شقد عرضها هذا حوالي خمسطعش أو عشرين خنقول تقريبا بقدها أو للعمود الهنان العرض هم كذلك زين مثلها الارتفاع هذا الهنان شقد يمكن هذا المتر هذا الهنان ثلاثة اروح أربعة بعد بقده أربعة مرات مستعش متر مستعش متر صور مستعش نعم لازم نعيش هاي الحقيقة دائما أنا أقل للكم أخواني أهمية التمثيل أهمية التشبيه وأهمية لأن تنطيك ولو ولو صورة من الحقيقة ولو قطرة من الحقيقة هذا الآن خمسطعش متر سوي لك الآن ابني ابني بناء مو من الذهب والفضة والهاي لا من الخشب من الكذا شوفش قد يصير هذا هذا كم طن خمسطعش أضرب في خمسطعش في خمسطعش مو هذا المكعب حتى يصير يصير متر مكعب مو مربع متر مكعب زين بعد ما أدري أحد الأخوان خلي يحسب لنا بالحاسبة وبعدين خمسطعش في خمسطعش في خمسطعش ما قد يصير هذا أربعمية وخمسين أو أكثر نعم أربعة آلاف وخمسمية بهذه الحدود هاي احسبوا شوفوا في طنية النتيجة هذا من الذهب ومن الفضة ومن اليواقيت ولها عرش عظيم سليمان عليه السلام قال لأخذ هذا الكتاب وإنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم من أتوني مسلمين كذا قرأنا الآيات أخذ الهدهد الكتاب رمى على عرش بالقيس ها طلع ها طلع شكرا هلا شكرا ثلاثتالاف وثلاثمية وخمسة وسبعة سنقول ثلاثتالاف قول ثلاثتالاف متر مكعب ثلاثتالاف متر مكعب هاي نحفظها زين فراح رمى الكتاب هاي ملكة كانت لكن تستشير ناسها قالوا لها تريدين الحارب أنت الملكة قالت لا أن الملوك إذا دخلوا قرية هاي ذكية كانت عاقلة مو متهورة ها راح أدز لهدية لعله يقبل كذا دزت لهدية سليمان تأذى كثير زين شنو أنت يعني ما تعرفين قدرته وكذا هاي هانا إلي ودزت لهدية شنو تنفلس ومعرف إيش أنا بحاجة لهذا يقولون أكو بيتين شعر هنا مناسبات بقضية الهدية والهدايا ذات الاتهدي هدية ودير بالك انتبه للمقابل وأعرف نفسك شنو يقولون أهدد أهدد سليمان يوم العيد قبرتون هاي يوم العيد تجي الحيوانات والطيور والجن والإنس يجيبون هدايا سليمان يوم العيد فالعفاريت هذا يروح يجيب أحسن لؤلؤ يجيب أحسن ماسة يجيب أحسن ذهب يجيب كذا زين هاي القبرة اجدت تعرفون شنو القنبرة هاي عصفور مثل العصفور شوية أكبر من العصفور هاي اجدت شعدها ما جايبة غير شنو جايبة رجل جرادة تريد تاخذها عشاء طعام لعيالها زين فإجي الشاعر شي يقول فهي ما تقدر تطي كل الجراء كل الرجل وإنما تموت شوف هاي القصص قد لطيف موجود في قصص الأنبياء لأن عيالها يموتون زين صغارها فأخذت فخذ من هذا الرجل اجدت اطتة سليمان سليمان قبل هاي الهدي اجي الشاعر شي يقول يقول أهدت سليمان يوم العيد قبرة بفخذ رجل جراد كان في فيها وترنمت ترنمت يعني فصاحة كلام فصيح وترنمت بفصيح القول واعتذرت شاعتذرت شقالت إن الهدايا على مقدار مهديها إن الهدايا على مقدار شنو مهدي هذا العفريت اللي يطيك لؤلؤ لأي 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 زنقين الله موفق وكذا أنا ما عندي أنا هذا الكنز اللي عندي هو رجل شنو رجل الجرادة هذا فقبلها سليمان قبلها سليمان على كل فجمع أعوانه قال أريد أطيها فالدرس هاي يعلمها شنو قدرة أعواني اختار العرش ليش اختار سليمان العرش ولها عرش شنو عظيم مصطعش متر مصطعش متر مصطعش متر ارتفاع 3000 متر مكعب إذا كل متر مكعب أقل شيطا مو أقل شيطا 3000 3000 3000 يعني 3000 3000 كيلوغرام زين وزن عرش بالقيس أيها المسلمون اسمعوا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نحن أهل القرآن ونحن مع الدليل ونحن الذين نتدبر بالقرآن مو فقط نحفظ القرآن هيك مجرد حفظ بدون فهم المهم الفهم وليس الحفظ قال من يأتيني منكم جمع عوانه وزراء العفاريت إنس جن وصي أو صياء ماذا شن يلا تعالوا يلا أريد عضلاتكم من يأتيني منكم بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين زين قيامة من مقامة كم ثانية 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 قال لا لا ما يفيدني هذا أو لا يث يا سليمان سلام الله عليك بعد عيني والله شايف تريد بعد ثانية ثانيتين زين هذا عفريت من الجن قال لا ما أريد أريد بعد غير شي حتى ينكتب بالقرآن أوصل الهاي الأمة اللي أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي قال لا لا بعد قال الذي عنده علم من الكتاب من الكتاب هاي المين شنو هاي تبعيضية من يعني من بعض الكتاب يسألوا أهل اللغة العربية نحن اليوم شغلنا جغرافيا وخرائط ووزن ولغة عربية ورياضيات بل إيه هذا القرآن وفلك وتوحيد ومعرفة شوف هاي آيات كل هاي الأمور نحتاجها بيها قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك شقد هاي بارك الله لا تقول ثانية ها ذاك ثانية يقول لا ما أريد ثانية أجزاء الثانية شقد واحد بالعشرة اثنين بالعشرة هي عفية هاي يصير المسلمين يحب القرآن هاي يصير المسلم دقيق مو ذول الغرب دقيقين يلعبون هذا السباق مئة متر وواحد يفوز على واحد بواحد بالعشرة من الجزء من الثاني احنا أهل الدقة احنا أهل أنه نهتم بدقة الأمور وهذه القضايا قال الذي عنده علم من الكتاب من هو هذا بارك الله بكم آصف ابن شنو برخية هذا شنو شغلة هذا وصي شنو سليمان عليه السلام ذاك عفريت من الجن عفريت هذا وصي شنو سليمان لازم بوصي السليمان أفضل من العفريت له مو أفضل من العفريت زين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك جاب لو ما جابه فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضلي ربي ليبلوني أشكر أم أكفر إلى آخر الآيات اليوم نتطلع شوفها بسورة النمل بدأها الشيخ الله يحفظه وقرأها بيهفت قصص وقضايا لطيفة جدا هاي منها زين إذا آصف ابن برخية يجيب عرش بالقيس ثلاثة آلاف طن من اليمن إلى فلسطين برمشة عين بتعبيرنا يعني أجزاء الثانية من يريد يقولون أقل الثانية رمشة عين إذا سليمان شي سوي سليمان شنو قدرت يعني يقل لا أقبل على شأنك مثل قول الإمام عليه السلام سليمان شنو قدرت زين خلني بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب سورة الرعد آخر سورة الرعد إيش سورة النمل قال الذي عنده علم من الكتاب الإمام الباقر عليه السلام يقول الإسم الأعظم على ثلاث وسبعين حرف وكان 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 عند آصف إبن برخيا حرف واحد فجاء بعرش بالقيس من اليمن إلى فلسطين أما نحن فعندنا اثنان وسبعون حرفا الله قل 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 الله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كل ما به الموتى شنو هذا القرآن اللي قلنا يوم ليلة من الليالي وكل شيء احصيناه في امام مبين الامام المبين هو صدر محمد والمحمد زين خلنا نجي خوب سالفتنا ما نسيناها ما الامام علي عليه السلام ياه الاكثر الثلج اللي جاب الامام علي عليه السلام من الشام الى الكوفيل وعرش بالقيس ماكو نسبة بارئة ايه تقول وياي ماكو نسبة مو اريد تشوف اكو ناس مؤمون الحاضرين حاشا وانما المستمعين اكو ناس احياء لو ماكو لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي اصف ابن برخيا وصي سليمان ها يجيب ثلاثة الاف طان اللي ما يصدق بهذا يكفر خليسمع المسلمون اللي اللي ما يصدق بهذا يكفر يصير كافر شاك بالقرآن كونوا يروح يجدد الإسلام هذا القرآن هذا وعي القرآن هذا تدبر القرآن مو بس والله انا حافظه ولا الضالين وظل في ثلاث ساعات المهم مو بس تقرأ المهم تفهم تتدبر وصي سليمان يجيب عرش بالقيس للتالاف طن من اليمن الى زين ماكو قياس تليج هذا عشر كيلوات روح كل شيء زين ياهو الابعد من الكوفة الى الشام لو من اليمن الى فلسطين من يمن الى فلسطين هم ما حتى خاف واحد يقول هاي المسافة قليلة او ذيك قليلة او ذيك مو قليلة هم ياهو بعد ابعد زين تعال اصف ابن برخي ياش عنده عنده علم من الجنو حرف واحد لكن الذي عنده علم الكتاب امير المؤمنين عليه السلام ليش هاي نقبلها وهاي ما نقبلها مو احنا حاشا احنا ما نقبلها احنا هاي عدنا عفطة عنس جنة هاي يعني ذا اؤمن ان هاي قدرة امير المؤمنين اصير من المقصرين من الملعونين لكن شوف قد مظلوم امير المؤمنين حتى ترى السلام عليك يا اول مظلوم واعظم مظلوم امير المؤمنين عليه السلام المستنصر العباسي يجي زور قبر سلمان سلام الله على سلمان ويصف قبر حذيفة ابن اليمان اللي يعرف اسماء المنافقين ويا سيد اسمه سيد عز الدين الاقساسي سيد شيعي اجا وصل للقبر حيشة كلمات يريد شوي يضرب عصفورين بحجر يطعن المستنصر اش قال كذبت غلاته الشيعة ها يعني اسمع يا سيد عز الدين انت اذا تقبل بهذا الكلام انت مغالي وصير كذاب واذا ما تقبل بهذا الكلام انت شي سموه هالأيام شنوه شيعي معتدل معتدل مو هالأيام معتدل مو طائفي بارك الله فيك هالأيام خوش طلعت هاي السؤال فاني زين اذا تؤمن بفضائل اهل البيت يصير طائفي وصير مو معتدل من المعتدل اللي ينكر فضائل اهل البيت عليهم السماء اللي ينكر مظلوميتهم ما عشت اراك الدهر عجبا فقال كذبت غلات الشيعة اذ يقولون ان امير المؤمنين علي ابن ابي طالب عليه السلام جاء من المدينة الى المدائن وبليلة واحدة غسل وكفن ودفن سلمان ثم رجع زين سبي من يجاوبه شي جاوبه طرق الجواب مختلف مرات اكو واحد يجاوبه بآية واحد بحديث واحد اكو ما انسان بده وش يعرف آية وحديثه فلان كتاب وفلان كتابه الدليل وهي لازم تتكلم بالحسجة فد مثل فد سال فهي شي مو تكلموا الناس على قدر جنو اقولي واكو ذكرنا ليلى من الليال ما يفيدوا ياهم وان من الشعر لحكمه الشعر همات الى شنو الى قوته والى تأثيره رأسا هذا كم الكلام السيد عز الدين اجابه بابيات شعر رائعة تغني عن التعليق قال انكرت ليلة اذ صار الوصي الى ارض المدائن لما ان لها طلبه وغسل الطهر سلمان وعاد الى عراس يثرب والاصباح ما وجبه وقلت ذلك من قول الغلات وما ذنب الغلات اذا لم يوردوا كذبا فآصف موضع الشاهد فآصف قبل رد الطرف من سبئ بعرش بالقيس وافى يخرق الحجب فانت في آصف لم تغل فيه بلى في حيدر انغال انذا عجب ان كان احمد خير المرسلين فذا خير الوصيين او كل الحديث هبا اللهم صلى على محمد اذا اصف وصيد سليمان وسليمان شنو قدرت سليمان من شيعة رسول الله صلى الله عليه وآله وامير المؤمنين سيد الاوصياء سيد الاوصياء باقك تجر وباقي لا تجر او كل الحديث هبا يعني لا اكو اسلام لا اكو دين وهذا القرآن حاشاه كل غلط احنا ما تكلمنا الآن بغير بالقرآن بالقرآن والسنة وبالصحيح من كل هذا هذا دليلنا وهذا ما نحتج عليه يجي الشاعر يقول وقضية الثعبان حين اتاك في ايضاح كشف فضيلة لن تعقلى وبليلة نحو المدائن قاصدا فيها لسلمان بعثت مغسلا يا ليت في الاحياء شخصك حاضر لتصور مولاي ان هذا الشاعر لا يؤمن بحياة امير المؤمنين عليه السلام حاشا وكلا ولكن يريد ان يشير الى موقع الحزن يريد ان يؤثر في النفوس يا ليت في الاحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بعرصة كربلا هل حضر امير المؤمنين نعم حضر امير المؤمنين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون بل احياء ولكن لا تشعرون لكن يعز على امير المؤمنين متى حضرها حضر ليلة العادي عشر من المحرة يقول الراوي لما جمع الزينب عليها السلام جمعت العيال جمعت الاطفال في خيمة واحدة تركوها لهم وهذا يقول عم اين ابي اخر يقول عم اين عمي تسكت هذا تصبر هذا قالت لاختها ام كلثوم اخي تعالي نتشاطر سواد هذه الليلة يعني بعد عيني ابي عبد الله الحسين من يحرسنا بعد عيني ابي الفضل العباس من يحمي حمانا يقول الراوي بينما هن هكذا واذا بسواد اقبلت من جهة الغري يعني من جهة النجف خاطبتها زينب يا هذا بالذي تعبد نحن بنات رسول الله انكشفت السواد عن وجه امير المؤمنين وهو يقول يا البني زينب يا البني زينب انا ابوك علي جئت احرسكم سواد هذه الليلة عندها انفجرت بالبكاء والنحيب واخذت تشكو اليه بلسان حالها تقل حدر يا ابو يا ما تجيني يا وتشوف نشلا يا 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 ننسبيني يا 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 وياليت مصير بعض متعلين وياليت بالطفم يتحاضر وياليت وياليت بويا يا علو تنظرش بي يا عيبويا يا علو تنظر يا رشبي اتوجهت نحو الغري ليلة اهدعش من محرمها يوم الوقت اظلم صار ليل تقول علي يا نبوي يا علي يا بوي والله علي وانا تشل تشل الليل اودارت علينا الزليم والخيل زينب قامت تخطيب ابوها والله اليانا كلها مجاتيل مجاتيل والحسين مثلوا بتمثيل مجاتيل والحسين مثلوا بتمثيل اش تقول زينب تقول من انصيح بويا يشتموني ومن انصيح خويا يضربوني يا علي اصحاب الحواي جاذق الليلة ليلة جمعة وطرقنا باب امير المؤمنين ان شاء الله الليلة تاخذ حاجتك زينب تقولانا لتشنت مهيوبة ويهلي سباوان وذبح واخواني انا ويهلي 애 ی رأيت الموت يلفيني انا آيرآ ياطل موت يلفيني ويهلي ويهلي ولا عوفاً هلي فوق الوطير زينب بعد عدها عتاب بزها المرام مع أمير المؤمنين المرة توجهت نحو العلقمي توجهت للشريعة يلا ودي قلبك ادقول وعتبايا ونهيني سعجني البيدايا وعتبايا الشمير ترضي عتبيا والله وعتبا أريد أصل بفاضل أنا أريد أصل بفاضل وعتبا وعتبا وقل لي أنا في اللحق علي يلا وانتك يا زينب والله وقل لي أنا في اللحق بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلهي ما سنظر وأنت أرحم الراحمين اللهم اشفي كل مريض خصوصا من أوصانا بالدعاء اشفي مرضاهم اقضي حوائجهم احفظ الإسلام والمسلمين أيد علماءنا العاملين اجعل هذا البلد وبلاد المؤمنين في أمن وامان اخواني الحاضرون احفظهم فردا فردا اخواني المؤسسون تقبل أعمالهم وإلى أمواتهم وأموات الحاضرين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع كواب الفاتحة مع الصلوات